طول الحكومة الشادية اهتماما بالغا بقطاء الصحة باعتباره اهد اهم القطاءات تأزاة الاولوية وعليه جاء تنظيم هذه المراجأة السنوية لبرامج التطعيم بالبلاد وذلك من عجل تقييم العنشطة التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم 2021 وعداد الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2022 مع الاخذ في الاعتبار نقاط القوة والذأف لتحديد مكامن الخلل ورفع التحديات هيستهلة المناسبة بمداخلة ممثل تحالف جافي للتطعيم تيري فنسا والذي عشاد بجهود البلاد في مجال التطعيم العادي وكذا التطعيم ضد وباء كوفيد 19 في كلمته بهذه المناسبة وزير الصحة العامة الدكتور ابد الله سابر فضل اسنا هو الاخر على جهود الشركاء الفنيين والمانهين لا سيما تحالف جافي الذي يؤد اهد الشركاء الاساسيين للبلاد في مجال توفير اللقاحات ومستلزمات التطعيم مشيرا الى ان البرنامج الموسع للتطعيم يندرج ضمن انشطة التغطية الصحية الشاملة واننوه الى ان فآليات هذه المراجعة السنوية تستمر لمدة سلاسة ايام بمشاركة خبراء وفنيين من وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية والشركاء بداخل البلاد ومن الخارج ابر تقنية الفيديو اشتركوا في القناة